هيا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طول عمري مؤمنة اننا كستات اصلا مميزين واننا مفيش حاجة صعبة علينا ولا في حد اشتر مننا علشان كده من اول ما بدأت معكم في القناة قررت اننا مش هنعمل اكل عادي ولا حتى هنعمل اي وصفة والسلام احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركاتها وكل مرة هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكلة من اكلاته وزي ما تعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها المكان بتاعنا النهاردة هو حجوجة وكررت اروح واجبلكم اسرار اختراع من اشهر اختراعاتهم واللي مش هتلاقوه في اي مكان غير حجوجة وبس وهو صنية الرؤاق بالبط والنهاردة حصريا والاول مرة هتعرفوا كل اسرار وطريقة الرؤاق بالبط من حجوجة بالتفصيل هتعرفوا مكونات صنية الرؤاق بالبط هناك وازاي تطلع معاكم بلون دهبي وخطير مستحيل توصلولو باي طريقة تانية غير دي رؤاق ما ارمش وكرنشي من بره وطري ودايب من جوه بخلطة مميزة ورهيبة للبط ولو انتو عمركم ما حبيتوا البط قبل كده باي طريقة تانية فانتو اكيد هتحبوه بالطريقة دي ومن النهاردة انتو مستحيل هتشتري رؤاق بالبط من بره تاني ابدا انتو هتعملوه في البيت على طريقة حجوجة بالميلي واي حد هيكله عندكم مستحيل هيصدق انه معمول في البيت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملو سبسكرايب للقناة وتفعالو زر الجرس علشان يوصلوكم كل جديد ويلا بينا نبدأ طيب هنبدأ بقى في المكونات بتاعتنا واول حاجة هنبدأ في الحشوة وللحشوة عاوزين نص صدر بطاية مسلوق عادي جدا يعني بنسلق البطة بتاعتنا باي شكل احنا بنحبه وهناخد منها نص صدر بعد ما شلنا منه اي عضم ودهون بالشكل ده وعاوزين بصلايا واحدة كبيرة متقطعة مكعبات وللتوابل عاوزين معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من بهرات اللحمة وهنبدأ بقى في الحشوة بتاعتنا واول حاجة هنجيب صدر البطة وهنبدأ نقطعه لنساير بالزبط بالشكل ده وافتصع على النار هننزل بمعلقتين كبار من السمنة وهننزل فيهم بالبصلايا وهنفضل نقلب في البصل لحد ما يدبل ويتر قوي واول ما البصلة تبدأ تدبل وتترى بالشكل ده هننزل عليها بالبطة وهنقلب بعد كده هننزل عليهم بالتوابل وهنسيب بقى البطة يتعصك في البصلية والسمنة حوالي 5 دقايق تقريبا لحد ما تحسوا انه هو تشرب السمنة وتري زي ما انتوا شايفين كده وبس كده حشوة البطة بتاعتنا خلاص جاهزة بعد كده هنجهز الرؤاء بتاعنا وسنية الرؤاء في حجوجة سواء باللحمة او بالبطة بتتعامل برؤاء طري مش رؤاء ناشف والرؤاء الطري ده هتلاقوه عند الحلوانية اللي هما بيبيعوا عجينة الكنافة والسنبوسة والقطايف وهكتب لكم بالزبط في الديسكريبشن انا جايبة منين بعد كده بقى هنجهز الشربة بتاعتنا اللي هنسقي بيها الرؤاء وتقدرو تستخدموا اي شربة متوفرة عندكم سواء شربة بطة او لحمة او حتى فراخ بس في حجوجة تحديدا بيكون مسقي بشربة لحمة وهنيجي بقى الاهم اضافة بتضاف على الشربة علشان تدي رؤاء اللون الدهبي المظبوط اللي شوفتوه في الاول وكل اللي احنا عاوزينه هو نص كوباية من اللبن كامل للدسم اللي هنضفها على الشربة بتاعتنا وهنبدأ بقى في صنية الرؤاء واول حاجة عاوزين ندهن الصنية بتاعتنا بمعلقتين كبار من السمنة وفي حجوجة في الرؤاء تحديدا بيستهدموا صواني الومينيوم زي اللي انتوا شايفينها دي بعد كده هننزل بكل الرؤاء قبل ما نحطها في الصنية في الشربة باللبن واول حاجة في الصنية بتاعتنا من تحت هننزل بطبقتين من الرؤاء بعد كده هننزل بتلات رؤاءات على دوران الصنية بالشكل ده بحيث ان كل واحدة نصها يكون جوه الصنية ونصها التاني طالع برا بعد كده هننزل بالحشوة بتاعتنا في النص بعدين هنطبق عليها الرؤاء اللي سايبين نصه برا الصنية بعد كده هندهن الوش بمعلقة كبيرة من السمنة وبس كده هندخل الصنية بتاعتنا الفرن عشر دقايق من تحت على درجة حرارة 180 بعد كده هنطلعها ونقلبها ونديها عشر دقايق كمان وده كده شكل الصنية بتاعتنا بعد اول عشر دقايق هنقلبها بقى على الناحية التانية وبصوا اللون الدهب الخطير اللي خدته هندخلها بقى الفرن عشر دقايق كمان بعد كده هنطلعها وبس كده صنية الرؤاء بالبط الخطيرة بتاعتنا خلاص جاهزة وأخيرا جينا لأكتر جزء انا بحبه في اي فيديو وهو ان انا دوق هنبدأ نقطع الصنية بتاعتنا والصنية يفحق جوجة بتكون متقطعها 4 تربة بالشكل ده وعاوزاكم بقى تتفرجوا على اكتر منظر ممكن يجوع في الحياة كلها رؤاء بالون دهبي وخطير مقرمش من برة ومن جوه طاري ودايب في السمنة وخلطة البط الرهيبة وعاوزا اقولكم ان انتو حتى لو مش بتحبوا البط زي كده فالطريقة دي اكيد هتخليكم تحبوه لان بجد ما فيهاش اي زفارة ولا اي دهون من دهون البط ده انتو ممكن ما تعرفوش ان انتو بتاكلوا بط اصلا ومن النهاردة انتو مستحيل هتشتري رؤاء بالبط من برة تاني ابدا انتو هتعملوه في البيت على طريقة حجوجة بالميلي واي حد هيكله عندكم مستحيله يصدق انه معمول في البيت اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتو محتاجين تعرفوه ولو لسه عندكم اسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم ولو حبينا روح مطعم معين واجبلكم اسرار اكلة معينة اكتبولي في الكومنتات والانتاج هيراجع كل كومنتاتكم وهروحوا في اقرب وقت ممكن لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم وهستنى رأيكم في الكومنتات اشتركوا في القناة